خلوني أقرأ لحضراتكم التصريحات لأنها مهمة جدا وليد ريكراكي المدير الفني للوداد المغربي قال أن النادي الأهلي هو الأوفر حظا للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا أكثر من فريق الوداد رغم إقامة المباراة النهائية في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قال ريكراكي في تصريحات صحفية لصحيفة المنتخب المغربية الصحافة تصف الأهلي بالوحش أو الغول أو فريق القرن بالقارة سنواجه هذا النادي الكبير وهو يملك عشر بطولات دوري أبطال إفريقيا والأكثر تتويجا بمصر وأفريقيا وربما على مستوى العالم أضاف مدرب الوداد ميزانية الأهلي أكبر من الوداد تاريخه ضخم وبه العديد من النجوم الدوليين ومدربه يصنف الأفضل حاليا بالقارة فماذا بعد؟ بعد كل هذه المعطيات هم الأوفر حظا للفوز باللقب ولو لعب بالدار البيضاء أيضا قال ريكراكي لو حدث العكس وتوجنا باللقب ستكون مفاجأة وسنكتهد قدر الإمكان لنعزز فرص هذه المفاجأة الجماهير ستساعدنا بكل تأكيد ولكن ليست هي من سيسجل كما قال حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي شاهدنا كيف واجه الأهلي الرجاء في المغرب ولم يتأثر اللي همنا هو الأداء اللي سنقدمه ولا نعاني من ضغط إقامة اللقاء في ملعبنا اختتم وليد أركراكي كلامه سنركز على ما نجيد فعله وسنعمل على تجهيز الفريق بدنيا لأننا عانينا من بعض الإصابات في المباريات الأخيرة هو كلام يبدو منطقيا كلام يبدو منطقيا وهو وليد أركراكي بيحاول يشيل كل الضغط اللي على فرقته علشان ينقله للنادي الأهلي خد بقى نادي أهلي انت الكبير انت المزانياتك كبيرة انت اللي عندك عدد كبير من اللاعبين الدوليين انت اللي بتصرف كتير وانت اللي كذا وانت اللي كذا وانت اللي أحسن في أفريقيا وانت نادي على فكرة ما احنا عارفين كل الكلام واحدة راحين نلعب في أفريقيا ومش عارفين الكلام احنا عارفين كل الكلام الكلام ده أرقام حقيقية عن النادي الأهلي وكلام حقيقي هو ما قالش حاجة هو قال كلام حقيقي عن النادي الأهلي فهو بيحاول ياخد الضغط ويرميه في النادي الأهلي يرميه عند بيتسو موسيباني يقول له ايه تفضل يا عم بيتسو انت أفضل مدير فني يلا يا عم منتو الأقرب لا مش احنا الأقرب خالص بالعكس الوداد المغربي هو الأقرب الوداد المغربي هو الأقرب بحكم حاجات كتيرة جدا أولها جمهوره أولها جمهور الوداد اللي هيكون أكتر في ملعب المباراة هتقول لي اصليحنا مدين عشرة وعشرة هقول لك أمتيتي كانوا بيقولوا كده زمان يعني هتقول ليش عشرة انا مدينك هنا عشرة تلاف وين عشرة تلاف وعشرين ده جمهور عام جمهور عام الوداد والعشرة تلاف جمهور خاص الوداد مثلا يعني فطبعا جمهور الوداد هيكون أكتر جمهور يعني لكن ان شاء الله ولادنا يقدروا يعملوا الشغل اللي احنا عايزينه ويقدروا يكسبوا هذه المباراة